موسيقى موسيقى الغالية بالإضافة إلى سيارة الرنجروفر ياتي شاهين لمحمد بن سالم بن عبد العزيز بن شنان المري مؤكدا هذا التواجد ومهديا أبناء الشحانية بدولة قطر الشقيقة هذا الفوز والانتصار حيث فاز بن شنان في الشوط المفتوح للجعدان الثناية من مساوة الثمانية كيلومترات بـ 12 دقيقة 55 ثانية أربع أجزاء من الثانية تهانين وناموس على هذا الفوز والانتصار من خلال هذا الأداء الكبير والتحدي المثير بينما ياتي ثالث أشواط هذا المساء وشوطنا الثالث الذي كانت هي الذيبة تدخلت في الأمتار الأخيرة مؤكدا أيضا بن تركي هذا الفوز والانتصار هذه النجومية الرائعة هذا الأداء الكبير والتحدي المثير في عالم الأصالة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام بعد منافسة أسرار ولكن الذيبة استطاعت بشعار سلطان بن حمود بن تركي الاكتبي أن تفوز فالرمق الأخير بجزءا واحدا من الثانية بـ 12 دقيقة 56 وسبع اجزاء من الثانية تهانين وناموس على هذا الفوز والانتصار بينما هنا هذا هو الشوط الثالث يأتي الشوط الرابع فيظهر المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري واحد من أبناء منازف ومن نجوم هذه السباقات الكبيرة والوفيرة ليأتي هنا مع هذا الشوط فيحدد هذا الانطلاق القوي والتحدي المذير مع سمحة محمد بن سيب بن محمد بن زيتون المهيري مؤكدا هذا التواجد ومؤكدا هذا الانطلاق ومؤكدا هذا الأداء الكبير تهانين لبن زيتون بـ 12 دقيقة 2.5 دانية وفاءا وتماما وكمالا تهانين لبن زيتون على هذا الفوز والانتصار يأتي شوطنا الخامس فيظهر صعب المضمرين في هذا المهرجان فيظهر محمد بن سلطان بن مرخان أحد أيضا الخبراء والمتيمين في هذه الرياضة العربية الأصيلة الصعب من يود السلامات إلى مرغم بالفعل مع الأسد لمحمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي هو من قدم لنا الأسد الذي فاز هنا واستطاع الفوز والانتصار بقيادة أحد الشباب ذو الخبرة والدراية محمد بن فريش العويسي من قدم هذا الاسم بهذا الانطلاق القوي والتحدي المثير الصعب يظهر في الموقف الصعب ليؤكد بأن هناك أيضا مشاهدين العزاء هذا الفوز والانتصار بـ 13 دقيقة ثانية واحدة ثمان أجزاء من الثانية تهانين والنموس على هذا الفوز والانتصار بينما شوطنا السادس انطلق فيهم هاوش فأكد الفوز والانتصار فتدقل في الرمق الأخير فكان هناك مشاهدين العزاء أمحمد بن سالمين بن مبارك العامري مؤكدا أيضا الخبرة والدراية في الأمتار الأخيرة راعي شاهين دغاش صالح بن سالمين العامري هذا الفوز والانتصار من خلال هذا الأداء الكبير والتحدي المثير فتهانين أيضا لمالك أمهوش أمحمد بن سالمين بن مبارك العامري بقيادة صالح بن سالمين العامري أحد أيضا الخبراء 13 دقيقة 4 ثواني 7 أجزاء من الثانية تهانين والناموس على هذا الفوز والانتصار الشوط السابع الذي انطلق فيه شعار حمد بن سهيل الخيلي سعادة حمد بن سهيل الخيلي الذي أهدى أيضا الناموس لأبناء زاخر ولأبناء ميداني سيح صبرة فهناك التهاني زفت على ظهر سرابة لناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الخيلي تهانين للناموس وتهانين للعلي نجم الزرعي هو من قدمها بهذا الأداء والنجومية الكبيرة الرائعة مع سرابة هي من فازت بهذا الشوط حيث حققت هذا التوقيت ب13 دقيقة ثانية واحدة تسعة إجزاء من الثانية تهانين والناموس على هذا الفوز والانتصار هنا من خلال تواجد سرابة يأتي الشوط الثامن فيظهر شعار الخيال الطنيجي أيضا هناك من يقدم هملول أحمد بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي مع هذا الشعار ومع هذا الانطلاق القوي والتحدي الكبير في شوطنا الثامن من خلال هذا الأداء الكبير من خلال هذه النجومية الرائعة ومن خلال هذا أيضا الانطلاق الأقوى يأتي هنا مع هملولة ويتدخل هنا أيضا أحمد بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي بعد منافسة الضبي لرجل الخطوط النهائية فيؤكد هنا أيضا مشاهدين العزاء شعار الخيال هذا الفوز والانتصار هذه أهملول أحمد بن محمد بن راهز الخيال الطنيجي من فازت بهذا شوط 12-52 وجزئين من الثانية تهانين للطنيجي على هذا الفوز والانتصار شوطنا التاسع الذي ذهب مع العابر فعبر إلى بر الناموس فأكد الفيلسوف وأكد أحمد بن يمعى بن مطار الخيالي هذا الفوز والانتصار فأكد أيضا أحد الشباب المضمرين والمتابعين محمد بن أحمد بن مائد الخيالي هذا الأداء الكبير والتحدي المثير مشاهدين العزاء متابعين الكرام في هذا الانطلاق القوي والتحديات المثيرة وصيف الرمز العام الماضي يؤكد النشاط والحيوية 13 دقيقة 8 ثانية 3 أجزاء من الثانية تهانين والناموس على هذا الفوز والانتصار كما بدأ أيضا هناك مع أيضا بن غوث مع البدايات الختام مع بن زيتون ما تخاف محمد بن عتيق بن زيتون لمهيري تهانين للمجازف على هذه النجومية الرائعة والكبيرة أيضا من خلال تقديم أكثر من اسم في هذا المهرجان تهانين لوناموس الذي قدم لنا ما تخاف ب13 دقيقة 7 ثواني 8 أجزاء من الثانية تهانين لمحمد بن عتيق بن زيتون لمهيري على هذا الفوز والانتصار هذه لحظات انتقال ما تخاف في المركز الأول محمد بن عتيق بن زيتون لمهيري تهانين والناموس على هذا الفوز والانتصار 13 دقيقة أيضا 7 ثواني و 8 أجزاء من الثانية تهانين والناموس على هذا الفوز والانتصار هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام شهدنا هذا المساء الجميل شهدنا هذه الانطلاقة الكبيرة بهذا الحضور الكبير وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي العهد الأمين بإمارة ملقوين كما شهدنا الحضور المشرف لأرضية الميدان لسيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد الهيان مشتشار سيدي صاحب اسمه رئيس الدولة ورئيس اتحاد سباقات الهجن ورئيس اللجنة التنظيمية في بطولات الخليج وصلنا إلى الختام هكذا مشاهدين الأعزاء نلتقي بكم في صباح يوم الغد في صباح يوم الحول والزمول في يوم الختام المهرجان محدثكم سالم بن الحبسي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه وإلى الملتقى في صباح يوم الغد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة